فيها الليلة رئيس الجمهورية يؤكد خلال إشرافه على انطلاق أول تجربة لشفط مياه الأمطار عن مدينة نواكشوط باتجاه المحيطة أن الدولة لم تتدخر جهدا لضمان حماية العاصمة من المضاعفات الناجمة عن الأمطار الأخيرة ويزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية تنظم ورشال المصادقة على وثقة السياسة حول الاقتصاد الأخضر الشمولي في بلادنا لضمان المحافظة على البيئة وتجديد الموارد الطبيعية أعضاء الحكومة يواصلون اللقاءات الموسعة مع المواطنين في مختلف الولايات لإتعبئتهم حول ضرورة التسجيل على اللايحة الانتخابية والمشاركة بالاستحقاقات القادمة أهلا بكم إلى التفاصيل أعطى رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز اليوم إشارة انطلاق أول تجربة لشفط مياه الأمطار من مدينة نواكشوط انطلاقا من مقاطعة السبخة باتجاه المحيط الأطلسية وأحث سيادته القائمين على العملية بتسريع تنفيذ الأشغال مؤكدا أن الدولة لن تدخر جهدا من أجل ضمان حماية مدينة نواكشوط من الإنعكاسات السلبية للتغيرات المناخية ومن المضاعفات الناجمة عن الأمطار الأخيرة منذ خمسة أيام تقريبا أعطى رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز من هنا من مقاطعة السبخة إشارة الانطلاق في أول تجربة لسحب مياه الأمطار من مدينة نواكشوط انطلاقا من مقاطعة السبخة اليوم ها هو رئيس الجمهورية يأتي للوقوف شخصيا على المرحلة العملية والتنفيذية لهذا المشروع الرائد من نوعه والذي يستهدف في المقام الأول إعادة السكين والطمأنين إلى سكان مقاطعة السبخة الذين عانوا الأمرين من مياه الأمطار هذه المياه التي أرقت مضاجع السكان وجعلتهم يعيشون تحت كابوسي الغرق رئيس الجمهورية تابع على عين المكان مختلفة مكونات هذا المشروع والعمليات الفنية المقام بها لسحب المياه من المناطق المغمورة باتجاه الساحل الأطلسي وهنا عاين رئيس الجمهورية الوتيرة التي تجري بها عمليات شفط المياه وقوة الضخ لصرف 11 ألف متر مكعب من المياه الراكدة يوميا وقد عبر رئيس الجمهورية عن تفاؤله بنجاح هذه العملية التي يعلق عليها المواطنون في السبخة وفي المقاطعات الأخرى آمالا كبيرة أرجو أن نجد حلا نهائيا لمشكلة المياه الناجمة يعني لمطار من خلال هذه التجربة التي أتمنى أن تؤتي أكلها فبالتجارب تحل المشاكل ونحن نبدل جهود ضرورية لأننا لن نبقى مشبكي ليدي أمام هذا الضرر الذي يهدد عاصمتنا وسكانها وخاصة الطبقات في الدخل المحدود مبدئيا العملية تجري على ما يرام ونحن متفائلون إذن بهذه التجربة الأولى من نوعها وسنواصل البحث عن الحلول في المستقبل المواطنون في مقاطعة السبخة رأوا في هذه العملية تجسيدا لأحد أهم مطالبهم الجوهرية والأساسية وتعكس زيارة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز لمقاطعة السبخة ومتابعته لسير مشروع سحب مياه الأمطار من العاصمة خرص سيادته على إنهاء محنة المواطنين المتضررين جراء الأمطار الأخيرة وتبعاتها واهتمامه الكبير بشؤونهم وانشغلاتهم الأساسية وتمثل هذه التجربة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية الأولى من نوعها في البلد وتنضاف إلى قائمة طويلة من التدخلات الفورية التي دأب سيادته على القيام بها كلما اقتضت الضرورة العامة ذلك تهدف هذه التجربة إلى سحب 11 ألف متر مكعب من مياه الأمطار يوميا باتجاه المحيط الأطلسية لوضع حد لمعاناة سكان مدينة واكشوت من تأثيرات التساقطات المطرية الأخيرة وتتولى الهندسة العسكرية تنفيذ هذه التجربة التي تشرف عليها وزارة المياه والصرف الصحي تشكل انطلاقة تجربة سحب المياه من العاصم واكشوت والتي أشرف عليها رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز والمنفذة بالتعاون ما بين وزارة المياه والصرف الصحي والهندسة العسكرية تشكل مشروعا متكاملا حشدت له الدولة ترسانة هائلة من المعدات المتخصصة جمعت ما بين أنابيب الضخ والمولدات والمضخات وقائمة طويلة من الملحقات الفنية ذات الصلة بهذه العملية النوعية ويمتد هذا المشروع في مرحلته الأولى من مقاطعة السبخة بطول ثلاثة كيلومترات ونصف من الأنابيب وأربع مضخات ذات قوة هائلة في مجال سحب وجذب المياه وخلال تواجده على عين المكان استفسر الرئيس الجمهورية القائمين على هذا المشروع حول الخصائص الفنية للعملية وطاقة الضخة اليومية والآجال المحددة لاكتمال عمليات سحب المياه نهائيا من المناطق المتضررة وأعطى رئيس الجمهورية تعليماته بالإسراع في العمل وتفريض جميع المناطق المغمرة وإنهاء محنة السكان مع المياه الراكدة هذه التجربة النوعية التي أملتها الضرورة القاهرة لإيجاد حل فوري لإنهاء مشكل المستنقعات في السبخة والمناطق المحاذية ستنهي معاناة المواطنين مع المياه ومخلفاتها جهزنا 400 ضخات كلهم تدفقها 100 متر مكعب للساعة وبارتفاع 40 متر معناها لا يمكن من ضخ 400 متر مكعب للساعة اللي هي حوالي 11 متر مكعب لليوم وهذا حد ذات وإنجاز مهم كما قلت كما إلينا تقارنه بالصهريج حوالي إليه تعود 40 صهريج للساعة وهذا مهم ولهي فعلا يمكن من هذه الساكنة المنطقة إنه إن شاء الله تخفف عنه المياه الراكدة ونعتبر إن التجربة ناجحة إن شاء الله لا مانعة إنها تعدل في مناطق أخرى وبهذه التجربة الرائدة تكون الدولة قد ألقت بكل ذقلها لمجابهة أحد أهم التحديات الطبيعية ألا وهو المياه الراكدة التي طالما شكلت كابوسا بنسبة للمواطنين في العاصمة وذلك في ظل عدم شبكة عامة للصرف الصحي تأخرت طائرة الفوجي الأول عن موعد إقلاعها الذي كان محددا له زوال اليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ويعود تأخر فوجي حجاجنا الميامين إلى عطب أصاب طائرة الركاب التي كانت في طريقها لنقلهم إلى الديار المقدسة لتسليط الضوء على هذا الموضوع استضفنا لكم في نشرتنا الليلة مستشار وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلية السيد إسلمو والبباه مساء الخير سيد إسلمو أهلا بكم معنا في نشرة أخبار الثامنة من التلفزة الموريتانية أولا ما هي الأسباب التي أدت إلى تأخر الفوجي الأول عن موعده؟ شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أشكركم أشكر التلفزة الوطنية قبل الحديث عن أسباب تأخر ذهاب الفوجي الأول من الحجاج حجاج من الميامين أود قبل ذلك أن أقول إن الحج كما هو معروف هو أحد أركان الإسلام الخمس ولذا فإن السلطات العمومية تعطيه عناية بالغة وكبيرة والتعليمات الصادرة في هذا المجال من طرف فخامة الرئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز تعليمات صارحة وواضحة وتأمر بتنظيم عملية الحج وتحضيره في ظروف جيدة وشفافة وسهلة بالنسبة للحجاج وفي هذا الإطار وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي قامت بتحضير هذا الموسم 1434 هجرية 2013 ميلادية في ظروف طبيعية وشفافة حيث مرت هذه العملية بمرحلتين مرحلة أولى هي مرحلة تحضيرية ومرحلة ثانية هي مرحلة تنفيذية المرحلة التحضيرية تتعلق أساسا بتحضير الجوانب الإدارية والمالية والتشريعية وتمت بالفعل على مستوى بلادنا هنا وأيضا اختيار الوكالات التي ستساهم هذا العام في تحجيج مجموعة من الحجاج كذلك تم اتخاذ تحضير العملية على مستوى البلاد المقدسة حيث تم اتهيت الظروف الملائمة لتأدية حجاج الميامين لمناسكهم حيث تم تحضير تأجير سكن لايق قريب من الحرم النبوي في المدينة المنورة وأيضا سكن ملائم في قريب أيضا من الحرم المكي في مكة وكذلك الإجراءات المتعلقة بالنقل والإقامة هناك منذ يوم الثني الماضي بدأنا في العملية التنفيذية وهي اتخاذ إجراءات السفر بالنسبة للحجاج ومرت أيضا هذه العملية بشفافية وبتنظيم واليوم هنا أعود إلى سؤالك عن أسباب عدم السفر الفوج الأول هذا الفوج الأول استدعيناه اليوم وقمناه باتخاذ كافية الإجراءات المتعلقة بالسفر ووصلت الطائرة في وقتها المناسب ولكن مع الأسف بعد هبوط هذه الطائرة تعرضت اصطدمت بعمود كهربائي أصابها بعطب وبالتالي أصبحت هذه الطائرة لا يمكن أن تسافر بحجاجنا الميامين وقامت الوزارة بتعاون مع شركة الموريتانية للطيران الدولي باتخاذ كافة لإجراءات من أجل تعويض هذه الطائرة وبالفعل نجحنا في هذه القضية وأعطتنا الشركة المتعاقد معها طائرة هذه الطائرة أريد أن نطمئن الحجاج المسجلين على هذا الفوج أنها الآن تعبر لأجواء ومن المقرر أن تصل هنا الساعة الواحدة سيد المستشار هذا يقودنا إلى السؤال التالي إذن متى سيكون موعد إقلاع أو مغادرة الفوج الأول من الحجاج بإذن الله هذا هو الذي أريد أن أصل إليه الطائرة تعبر لأجواء الآن وسيصل إن شاء الله الساعة الواحدة صباحا هذه الليلة وأريد هنا من خلال هذا المنبر أن أدعو جميع الحجاج المسجلين في الفوج الأول أن يتواجدوا الآن في هذه اللحظات في مباني معهد بن عباس لاتخاذ إجراءات سفرهم ونقلهم إلى المطار من أجل المغادرة التي ستكون إن شاء الله الساعة الثالثة صباحا بإذن الله ماذا عن برنامج الرحلات المتبقية وهل ستتأخر عن موعدها كما وقعها مع الفوج الأول شكرا بالنسبة للرحلات الأفواج الأخرى له الفوج الثاني والثالث والرابع هذه الأفواج لم يصلنا أي تغيير من الشركة الشركة الموريتانية للطيران الدولي وبالتالي نعتبر أن هذه الأفواج مغادرتها تبقى في وقتها ولم يكن هناك وليس هناك أي تغيير إذن سيد المستشار سلمو البابا شكرا جزيلا لك وبالعودة إلى باقي نشرتنا لهذه الليلة احتضن قصر المؤتمرات مساء أمس عمال ورشة المصادقة على وثيقة السياسة حول الاقتصاد الأخضر الشمولي في موريتانيا يهدف اللقاء إلى عرض مذكرة سياسة نمو الأخضر الشاملة والمصادقة على محتواها للانتقال إلى نموذج متوازن يضمن المحافظة على البيئة وتجديد الموارد الطبيعية في بلد استحداث نموذج تنموي مستدام وشامل يستجيب لتطلعات الجيل الحاضر ويضمن حقوق الجميع لتأمين حياة كريمة في بيئة سليمة هو أهم محاول الورشة التي نظمها قطاع الشؤون الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي حفل الانطلاقة كان مناسبة للحديث عن جهود السلطات العمومية في المجال التنموي نتظم هذه الورشة التي يأتي أشهرا قليلا بعد عقاد ورشة التحسيس حول مفهوم النمو الأخضر الشامل يندرج ضمن مسار هادف إلى استحداث نموذج تنموي مستدام وشامل يستجيب لتطلعات الجيل الحاضر ويضمن حقوق الأجهال المقبلة في تأمين حياة كريمة تضمن بيئة سليمة وهي لعمر تطلعات مشروعة تعززها النهضة الشاملة التي نعيشها اليوم في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستماعية بفضل الرؤية التنموية الرائدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز تلك النهضة التي شجعتنا على اتخاذ قرار استراتيجي مؤداه الانتقال إلى نموذج اقتصاد هدفه تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تضمن إسعاد المواطن وتأمين السلم الاجتماعي والمحافظة على البيئة وتجديد الموارد الطبيعية الممثل المقيم للبنك الدولي في بلادنا السيد مختار تام عرب عن أمله بأن تسهم هذه المبادرة في دفع عملية نمو وخلق فرص عمل جديدة مع المحافظة على التوازن البيئي وحماية الموارد البيئية من الضياع إضافة إلى تغييف ربع نمو الاقتصادي في دعم الموارد البشرية والنهوض بركائز التنمية القاعدية كالتعليم والصحة هذا وتدوم هذه الورشة يوما واحدا يناقش خلالها المشاركون السبل الكفيلة لدفع عملية التنمية والنهوض بها إلى ما يحقق أمال وتطلعات الأجيال القادمة ونتحول إلى ولاية تيريز زمور حيث عقدت وزيرة الوظيفة العمومية والشغل وعصرانة الإدارة سيدا ماتيم تحمدي في مدينة زويرات اجتماعا برؤساء المصالح الجهوية بحضور السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين في الولاية وطلبت الوزيرة رؤساء المصالح الجهوية بالقيام بعملية التعبئة والتحسيس الواسعة للمواطنين من أجل القيام بالتسجيل على اللايحة الانتخابية مع اقتراب نهاية الأجال المحددة لذلك استهلت وزيرة الوظيفة العمومية والشغل وعصرانة لدارة زيارتها للولايات الشمالية من عاصمة ولاية تيرس زمور سيدا ماتيم تحمدي رفقة السلطات الإدارية والمنتخبين بمقاطعة الزويرات عقدت اجتماعا موسعا تضرقت فيه إلى الهداف من هذه الزيارة أجل القيام بالنسبة المسجلين للهواحة الاتخابية أنه ضعيف جدا وما تعرفوا أظن أن التقييب في السجيل السوكاني اللي بدأ اليوم قريب من مليون وسبعمية السجل على مليون وسبعمية من ذلك مليون وسبعمية بالغة من 18 سنة إلى ما بروق معناها من المواطنين لعندهم الحق في التصويت في الانتخابات هذه مليون وسبعمية من البالغين سنة 18 سنة فالسجل من هيل اليوم اللي أبن ميت ألف إذن لا قد من جهد كبير من جهد كبير إذن إذا ما بلغنا لك مليون وسبعمية من البالغين سنة 18 سنة نبلغوا بعد درجة المعفولة ما هو ذا التباع نبين الواضحة بذلك الأساس وعدلة هذه البعادات الغابن أعلنوا هذه الأطور اللي من موالد المدينة يدعم الحكومة بهذا التوجه وتتحق بينهم لنجوم الولايات كيف تحقنهم أدل المتخبون والوجهاء والراضة الشبابية والنسوية باعدين سياسيين والاقتصاديين وإيضا خاصة المجتمع البدل والي تيرس الزمر سيد عبد الرحمن الخطري في كلمته بالمناسبة طالب جميع المواطنين بضرورة التسجيل على القوائم الانتخابية وخاصة الشباب يتمكن من لعب دوره المحوري في ترمية البلد يضيف السيد الوالي واختيار ممثلين يحملونهم مبناء الوطن حاكم مقاطعة زوارات رئيس اللجنة المقاطعية للإحصاء في سجل السكان والوذائق المؤمنة تطرق لمختلف المراحل والإجراءات التي اتخذت السلطات العمومية من أجل ضمان تسجيل أكبر قدر من المواطنين على اللائحة الانتخابية المتدخلون في هذا الاجتماع ثمنوا مختلف السياسات والبرامج التي تنفذها السلطات العمومية لصالح المواطنين في مختلف مناطق الوطن مجددين المطالبة بالمسي ومن ولاية تيرزمور إلى ولاية البراكنا حيث دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة سيد عايش شفال متفرجس سكان البراكنا إلى التوجه لمراكز الإحصاء الإداري ذو الطبع الانتخابية للتسجيل على اللائحة الانتخابية وشددت الوزيرة خلال لقائها سكان مقاطعة بوكي بابابي مبن على أهمية التسجيل على اللائحة الانتخابية باعتباره أمر ضروري للمشاركة في عمليات الاقتراع وأتمكن المواطن من اختيار ممثليه في البرلمان والمجالس البلدية التقييد في سجل السكان والوثائق المؤمنة وسحب بطاقات التعريف والتسجيل على اللائحة الانتخابية من أهم المحاول التي تطرقت لها وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة خلال اجتماعها بساكنة مقاطعة باي بولاية البراكنا السيدة عايش شفال ميشيل فرجس أكدت ضرورة مشاركة الجميع في جهود السلطة العمومية الهدفة إلى تنمية شاملة على مختلف الصعود ولل يتأتى ذلك تقول الوزيرة إلا بتلبية الواجب الوطني الهدف منذ المهمة اليوم الأساسي شنهو؟ وهو أعلن هذه العملية رحصة الانطلقة اللي هي رافل واللي هي هي اللي يتمكن كل مواطن أعلنه إنه يسجل يقد يدرب صوته ويقد يعبر عن خياره ويقد مثلا إبارها أعلنه حاضره ما صار بلده وحاضره بنائي إذن هذا رافل نختاره طبقا لتوجهات بخامة رئيس الجمهورية جميع المواطنين يقبلوا على الإحصاء ويسحبوا كاردان ديتاتهم يسحبوا اللي ينقالوا بطاقات التعريف ويسجلوا أعرفوا على أن حد ما سجل ما عنده خيار ولا عنده مشاركة ومستقبل للبلد إذن هذا التسجيل اللي ينقفى اليوم سبعة في الشهر اللي داخل علينا بنا اللي إحنا اليوم يوم 24 إذن ما ترد بيننا معهما هو 11 يوم إذن مطلوب من جميع المواطنين أعلنهم يقبلوا على مكاتب التسجيل ويسحبوا منها ما فات يسحب بطاقة التعريف ويسحبها وين يفوت يسحبها يسجل واللي فات يسحبها يسجل بهذا التسجيل كيف قلت لكم حد ما سجل معناه أنه مقايب قام من ذا البلد معناه أنه ما يهمه تنمية البلد ولا هو حاضر وفايته كل شيء ولا عنده خيار كما عقدت السيدة الوزيرة اجتماعا مماثلا بمقاطعة بابا بي أوضحت فيه الخطوط العريضة للزيارة المهمة اللي جايين فيها اليوم مهمة حكومية إذن جاي يكون فيطار هذه المهمة الحكومية واللي داخل فيطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية اللي كي تعرفوا وكيف عودتكم عليه أعلنه صار وجاد في الوفاء بالتزاماته اللي قبل أمام الشعب الموريتاني إذن نحن اليوم الهدف الأساسي من المهمة هو اللي قاله التعبئة والتحسيس أعداد الإحصاء اللي كي تعرفوا والطابع الإداري والانتخابي ورافل اللي يا الله يعود كل مواطن وعي هميته والي ولاية البراكناء السيد سلمو السيدي أكد في مختلف محاطات الزيارة ضرورة بذل المزيد من الجهد لتمكين أكبر قدر من المواطنين من التعبير عن آرائهم بكل حرية وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي يضيف سيد الوالي على اختيار تمثيل أنسب في الاستحقاقات القادمة وفي مقاطعة بوكي عرض وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة اجتماعا ضم السلطات الإدارية والمتخبين المحليين والوجهاء تم فيه تدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد المتدخلون في هذا اللقاء التشاوري عبروا عن تثمينهم للجو الديمقراطي العام الذي تشهده البلاد وسنة الحوار التي تنتهجه السلطات العمومية كلما تعلق الأمر بالشان العام وهنا بالعاصمة دخلت عملية التشجير على مستوى الحزام الأخضر لمدينة وكشوطة نهاية شهرها الثاني بعد غرس وإعادة تأهيل العديد من المساحات في المقطعين السادس والسابع من هذا الحزام تميزت عمليات الغر الصباح اليوم بمشاركة قطاعات شؤون الاقتصادية والتنمية والتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ومفوضية الأمن الغذائية إضافة إلى عدد من الشركات المصرفية وصل للأسبوع السادس النسخة الرابعة من الحملة الوطنية للتسجير الرامية إلى حماية العاصمة من المد البحري وزحف الرمال المقطع السادس كان محط رحال عدد من القطاعات الحكومية المشاركة في هذه العملية التي خصصت لها وزارة البيئة والتنمية المستدامة أربعين هكتاراً الجميع جاء كمواطنين عبروا عن رغبتهم في ساهم في هذا العمل المهم لحماية مدينة الماكشوت واللي الحمد لله بدأ يعطي نتائج جيدة والعمل ما قلنا به اليوم هون اليوم تعزيز اللي ما تم القيام به خلال السنوات الماضية قطاع التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة بيّن جهوده الرامية للإسهام في تشجير العاصمة الإقبال على العملية كان إقبال ناجح وجميع القطاعات حضروا بكوادرهم وعمالهم وعملية ظهر لمنعنا ناجحة لأهميتها عند فخامة الرئيس محمد العبد العزيز أهميتها عندنا كأمني وهي مهمة من أجل حماية مدينة الماكشوت مفواضية الأمن الغذائي شاركت من جانبها في هذا الأسبوع مبينة أهميته سات تواجدنا في مقر المفواضية الأمن الغذائي وجاءوا لعمال ما شاء الله بكثرة وتنظامنا وجينا هنا تياها دعوة عدعات تعلينا السابعة هنا تياها وعدنا أذلة تروازي كيب أذلة فرق فرقة للحافر وفرقة للقرص وفرقة للساقي كما شاركت في هذا اليوم مفواضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني حيث غرصت مئات الشجيرات في الساحة المخصصة لها فعاليات الأسبوع السادس من النسخة الرابعة من حملة التشجير تميزت بمشاركة الوكالة الوطنية للخدمات للنفاذ إضافة إلى العديد من البنوك الوطنية المتطوعة في هذه العملية الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة أوضح في كلمته أن القطاعات الحكومية والبنوك المساهمة بالتشجير جاءت في الوقت المناسب بدأنا اليوم عملية تشجير في المقطع رقم 6 وكان بمشاركة عدة قطاعات في الدولة وعدة بنوك متطوعين وبعض المجتمع المدني وتسعى السلطات العمومية من خلال التشجير إلى حماية العاصمة من المد البحري وزحف الرمال اللذان يتهددانها في حال ما لم تتخذ التدابر اللازمة للتصدي لهما وفي بيان لوزارة الداخلية يطلب والين واكشوت ورئيس مجموعتها الحضرية من كل من يحتل بصفة غير شرعية الشارع العام أو الممرات الداخلية للسوق إخلاءها في أجل أقصاه يوم الأحد المقبل وأكد والين واكشوت ورئيس مجموعتها الحضرية في بيان أصدره اليوم أنه سيتم اللجوء بكل صرامة إلى الإجراءات الضرورية لضمان التطبيق الحرفية للنصوص القانونية المعمول بها في هذا المجال من نشاطات الأحزاب السياسية في هذه النشرة نظم شباب المستقبل الواعد للعدالة يوم أمس مبادرة سياسية أعلن فيها انضمامه إلى صفوف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وقد أكد رئيس تيار شباب المستقبل الواعد للعدالة سيد جليغم الحمديت أنه انطلاقا من ضرورة تضافر كل الجهود وتكاثف والتلاحو من أجل خدمة الوطن أن التيار قرر الانضمام إلى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لما لمسه لدى هذا الحزب من استعداد تام لخدمة قضايا الوطن الجوهرية والدفاع عن مكتسباته وقد حضر هذا اللقاء عدد من قدتي وأطور حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وجمع من أنصار تيار شباب المستقبل الواعد للعدالة الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون السياسية للحزب السيد محمد محمود الجعفر أكد أن الحزب يرحب بهذه المجموعة النشطة ويعول عليها في دعم خياراته الوطنية باسم رئيسي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نود أن نعبر عن ترحيبنا الكامل واعتزازنا بإعلان تيار المستقبل الواعد من أجل العدالة بالانضمام إلى الاتحاد من أجل الجمهورية ونذمن عاليا المسوّغات التي وردت في البيان والتي عكست أن هذا القرار نابع عن قناعة تعي خصوصية الظرفية التي يعيشها البلد ومحورية دور الاتحاد من الجمهورية في مسيرة البناء الوطني ونحن مع ترحيبنا الكامل برئيسي وعضائي تيار المستقبل الواعد من أجل العدالة نطمئنهم ونؤكد لهم بأنهم محقين في قرارهم بالانضمام إلى الاتحاد من أجل الجمهورية لأنه بالفعل مشروع سياسي واعد يؤسس للمستقبل ويبني للحاضر وأنهم محقين أن من خلال هذا الحزب سيمكنهم إن شاء الله تحقيق العدالة الاجتماعية التي يطمحون إليها من شأن آخر عقد اتحاد العمال الموريتانيين مساء أمس مؤتمرا صحفيا سلطا فيه الضوء على الاستعدادات الجرية لحملة الانتصاب التي ستطرقها النقاب اعتبارا من فاتح أكتوبر القادم وستتضمن هذه الحملة إعادة تنصيب هيكل الاتحاد هيكل الاتحاد القاعدية على كافة تراب الوطنية تمهيدا للمؤتمر الوطني للمركزية النقابية يأتي هذا التجديد في طار جيناميكية اعتبدتها النقابة منذ سنوات بهدف تعزيز وتقوية المكاسب وإدخال صلاحات جوهرية داخل المركزية النقابية وطلب الأمين العام لاتحاد العمال الموريتانيين السيد عبد الرحمن والبوبو النخبة والأطر الانضمام إلى النقابة لضخ دماء جديد في هذه المركزية النقابية طالب هم من ذا المنظر عن الأطر عن الأطر سواء كانوا اقتصاديين ولا قانونيين ولا صحافيين ولا يسبوهما منهما على المستوى عنهم يتصل بنا ويدخلوا الاتحاد العمال الموريتانيين بكثرة نقاب ما عند هذه الأدمقة اش ليه تتخمم بمشروع اقتصادي انطرح شريتفن فيها أنه كانوا صالحنا والله ما هو صالحنا أنا أنا طالب من هذه الأدمقة وهذه الأطر أنها تدخلنا وتجمعنا وتعود في قيادتنا وإلى عتماء الصائفة لقيادتنا تعطينا أفكارنا تزودنا بيهم يا كانوا يلاتنا ناقشوا مع الحكومة والله ناقشوا مع الأرباب العمل عندنا الشيء باني نعليهم عندهم الأدمقة من نحنا هذا هو اللي يخلق في العالم ونقاباتنا كاملات بدون استيذناء هذا المستوى ما هتولى حقوقه هذا هو التوجه الجديد لهم الاتحاد العمال الموريتانيين وفرض عينا من نوجدوه وفرض عينا من نقصه الأدمقة ونعفسوها لتجيمن إياك هي تخطط لنا ومنين تخطط لنا وتقبل لنا موقف نحنا لينقموا به كامل كراش الواحد ونفرضوه للحكومة ونفرضوه في الدولة دوليا في هذه النشرة عقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظره الروسي سيرجي لافروف لقاء لبحث مشروعي قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الأسلحة الكيميائية السورية وتتفاوض الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن على قرار للمطالبة بتدمير ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية تماشيا مع اتفاق أمريكي روسي بهذا الخصوص بحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الأسلحة الكيميائية السورية وتتفاوض الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن على قرار للمطالبة بتدمير ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية تماشيا مع اتفاق أمريكي روسي بهذا الخصوص وقالت روسيا إنها لن تقبل قرارا أوليا تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخول مجلس الأمن فرض عقوبات أو استخدام القوة وهنا تؤكد روسيا أن أي إجراءات عقابية لن تأتي إلا في حالة وجود أدلة واضحة على عدم اتزام سوريا لكن المسؤول الأمريكي لم يوضح إن كان القرار الذي تجري مناقشته سيتضمن إشارة إلى الفصل السابع قللت إيران من فرص التوصل إلى انفراج سريع في محادثاتها التي تجريها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن برنامجها النووية وذلك عقب إعلان الخارجية الإيرانية توصلها والدول استبتة المشاركة بالمفاوضات إلى اتفاق على تسوية للنووي الإيراني وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد غريف بعد اجتماعه بنظره الأمريكي جون كيري إن بلاده ودول استبتة المشاركة في المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني حددت هدفا بالتوصل إلى تسوية خلال عام من جهته أعلن كيري أن واشنطن قد ترفع عقوبات عن إيران خلال الأشهر المقبلة إذا وفقت طهران على اتخاذ إجراءات سريعة للسماح بالمراقبة الدولية لبرنامجها النووية وإلى الهند حيث قتل ثلاثة أشخاص وفقد ما لا يقل عن سبعين آخرين في انهيار مبنى في خمسة طوابق في بومباي عاصمة الهند الاقتصادية وفق حصيلة ضحايا مرشحة للارتفاع في حادث جديد يبرز ضعف معايير البناء في ذلك أكبر اقتصاد في آسيا ويشارك رجال إطفاء وأفراد من الشرطة وموظف إدارة الكوارث في عملية البحث والإنقاذ لأزيد من عشرين شخصا عالقون تحت الأنقاذ وقد تجمعت عائلات المفقودين لمتابعة عمليات الإنقاذ وسط حالة من القلق والحزن النشر متواصلة بعد فاصل قصير ولكن هذه المرة مع جديد الملاعب مع إبراهيم والمحمد المختار شكرا لك زميلة غالية السلام عليكم بعد فوزه السهل على ضيفه ليالسوسيداد في الجولة السابقة من الدولي الإسباني لكرة القدم ينتقل حامل اللقاء برسلونة إلى مدينة ألميريا لملاقات فريقها المحلي وذلك ضمن الأسبوع السابع من اللقاء البرسل صاحب العلامة الكاملة حتى الآن في الدولي يسعى لفك شركته لصدره مع ذلك أتلاتيكو مادريد والذي تنتظره هو الآخر مباراة قوية وذلك عندما يحل ضيفا على جاره ريال مادريد في قمة الجولة وفي فرنسا لم تكن مهمة أولمبيك دي مارسي الثالث سهلة عندما يسافر إلى ستادف دي موستوار لملاقة لهافر وذلك ضمن الأسبوع الثامن من الليج آن حيث أن أبناء الجنوب الفرنسي لم يحصدوا إلى نقطة واحدة في الجولات الثلاثة الأخيرة من أصل تسع ممكن هذا وسيفتقد الأوم لحدمة المهاجم المصاب أندري جنياك فيما ستكون الأنظار مسلطة على المهاجم التونسي صابر خليفة في مبارته الأولى كأساسي مع أبناء إيدي بوب بعد أن عادت الثقة للاعبه بعد الفوز على الغريم ليفر بول في كاس رابطة الإنجليزية لكرة القدم يسعى مونشستر يونيتد إلى مواصلة الانتصالات وذلك عندما يستضيف وست برومش ألبيون ضمن الأسبوع السادس من الدولي الإنجليز الممتاز لكرة القدم فيما ستتوجه الأنظار إلى ملعب الوايت هارتلاين والذي سيكون مسرحا لقيمة الأسبوع السادس من البريمير ليك بين توتنهام هوت سبير وجاره التشلسي حيث يسعى سبيرز لمواصلة تربعهم على الصدر مناصفة مع أرسنال فيما يمل البلوز في خطفها دائما في الدوليات الأوروبية حيث يسعى بروسيا دورتموند إلى مواصلة تربعه على الصدارة الدولي الألماني لكرة القدم وذلك عندما يستقبل صاحب المركز السادس فرايبورغ في معقله السيجنال إدونا بارك بدوره باير لفيركوزن الثالث وصاحب العروض القوية من الموسم الماضي في البوندسريغا يستقبل هانوفر على ملعبه الباي أرينا هذا وكان لفيركوزن قد صعد للدور الربعي نهائي من الكاس الألمانية بينما خرج هانوفر على يد باير ميوناخ الثلثاء الماضي بهذا تنتهي جولتنا في عالم رياضة أعود بكم إلى زميلة الغالية لاستكمال بقية النشرة دمتم في أمان الله شكرا لك أبراهيم مشاهدنا لم يبقى لنا إلا التذكير بأبرز ما ورد من أنباء في هذه النشرة رئيس الجمهورية يؤكد خلال إشرافه على انطلاق أول تجربة لشفط مياه الأمطار عن مدينة واكشوب باتجاه المحيط أن الدولة لن تدخر جهد لضمان حماية العاصمة من المضاعفات النازمة عن الأمطار الأخيرة وزارة الشؤون الاقتصادية والتنميات نظم ورشا للمصادقة على وثقة السياسة حول الاقتصاد الأخضر الشمولي في بلدنا لضمان المحافظة على البيئة وتجديد الموارد الطبيعية أعضاء الحكومة يواصلون اللقاءات الموسعة مع المواطنين في مختلف الولايات لتعبئتهم حول ضرورة التسجيل على اللايحة الانتخابية والمشاركة بالاستحقاقات القادمة انتهت النشرة شكرا على حسن متابعتكم نلتقي بإذن الله في نشرة منتصب الليلة إلى ذلكم الحين في أمان الله